القانون الصفري للديناميكا الحرارية قبل أن نتعرف على نص القانون، علينا أولاً تعريف الديناميكا الحرارية، وهو علم يدرس العلاقة بين الحرارة وأشكال الطاقة الأخرى، وبشكل خاص تحول الطاقة الحرارية إلى أنواع الطاقة المختلفة، والعكس. تنقسم أنواع النظام الديناميكي الحراري إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي النظام المفتوح، وهو النظام الذي يسمح بتبادل الطاقة والمادة مع المحيط. النظام المغلق، وهو النظام الذي يسمح بتبادل الطاقة فقط مع المحيط، ولا يمكنه تبادل المادة. النظام المعزول، والذي لا يسمح بتبادل أي من الطاقة أو المادة مع المحيط. أما عن قوانين الديناميكا الحرارية، فقد تنول هذا العلم تعريفاً لأربع قوانين تتمثل في القانون الصفري، القانون الأول، القانون الثاني، القانون الثالث للديناميكا الحرارية. والآن سنتناول معاً القانون الصفري للديناميكا الحرارية، والذي ينص على أنه إذا كان هناك جسمان في حالة اتزان حراري مع جسم ثالث، فإنهما يكونان في حالة اتزان حراري مع بعضهما البعض. تي اي يساوي تي بي، تي بي يساوي تي سي، إذن تي اي يساوي تي سي، ويقصد بالاتزان الحراري هنا أن يكون هناك اتصال حراري بين جسمين من خلال جدار أو فاصل، يسمح بالتبادل الحراري بينهما، ونقول إنهما في حالة اتزان حراري، إذا أصبح صافي الانتقال الحراري بينهما يساوي صفراً.